بالنجوم والكواكب في ثانوية البنات في مدينة أطار انطلقت ورشة تكوينية في مجال علوم الفضاء والفلك للصالح الوسط الطلابي بالمدينة تدفو هذه الورشة إلى خلق وعين بأهمية الثقافة العلمية المتعلقة بالنجوم والكواكب سعدنا أن نشارككم اليوم باسمي والي ولاية أدراء سيد عبدالضاير المحمد المحمود ابتتاح الورشة التكوينية حول علم الفلك المنظمة من طرف الجمعية الموريتانية لعلم الفلك بالتعاون مع هيئات دولية مماثلة نتمنى أن يستفيد المشاركون من هذه الورشة وأن تفتح أمامها آفاق أرحب برحلة التحصيل العلمية بدوره رئيس الجهة المنظمة بيّن أن اختيار مدينة أطار جاء لكون الولايات تضم منطقة ذات أهمية فلكية عالمية لم تكن مدينة أطار اختياراً اعتباطياً بل قمنا بهذه التواهرة في ولاية أدراء لأنها تضم منطقة ذات أهمية فلكية عالمية تم اكتشافها قديمة وتم إثبات ذلك علمياً من طرف البحوث التي قمنا بها لذلك أطلب من الجهات الرسمية المحافظة على هذا التراث العلمي والعالمي منطقة أولول هي حفرة نيزكية ذات أهمية عالمية تنظم الجمعية في هذه التواهرة رحلة إليها مع الطلاب هي جمعية تجمع خبرات موريتانية في مختلف جوانب علم الفلك وتسعى إلى الإسهام في نشرة ثقافة علمية والتذمين للموروث المحلي فيما يتعلق بالنجوم والكواكب وكذلك الإسهام العربي والإسلامي في هذا المجأة من جانبه عمدت مدينة أطار إبراهيم رحب باستضافة المدينة لهذه البرشة التثقيفية التي ستزيد الوعية بمكانة العلوم في الحياة العامة وتتناول عروض اللقاء محاضرات حول المجموعة الشمسية وتشكل القمر والشمس وعلم النيازك والفوهات إضافة إلى زيارات ميدانية لبعض المواقع بأدرار ألفاغ أولي الشيباني قناة الموريتانية مدينة أطار اشتركوا في القناة